موسيقى محدش يقدر ينكر فواية تشرب القهوة كتير زي انها بتحسن الزاكرة ومستوى الادراك وكمان بتعز المناعة ده غير انها بتقلل احتمالات الاصابة بقى مرات كتير جدا لكن الحكمة بتقول اللي بيزيد عن حده بينقلب الى ضده وناس كتير تحت شعار انهم من عشاء القهوة بيبالغوا في الكمية اللي بيشربوها منها وللأسف بيعرضهم لاخطار كتير هم في غنى عنها والاننا في رمضان مش بنقدر نحصل على كمية القهوة اللي متعاودين عليها فمنلاقي نفسنا في مواجهة مع معاناة جيرة جدا اسمها اعراض انسحاب الكافين من الجسم ولليها اعراض كتير منها الصداع الخمول وكمان قلة التركيز وبما ان في ناس كتير بتشتكلم الاعراض دي في رمضان وخصوصا الطلبة اللي عندهم امتحانات فالنهار ده انا جايب لكم بداية طبيعية ومختلفة للقهوة تساعدنا على التركيز وزيادة الطاقة اول بديل معانا هو مشروب الجانسينج واللي بيتم تحضيره من جذور نبات الجانسج الكولي واللي بيستخدم من الاف السنين لزيادة الطاقة والتركيز الجانسينج مختلف شوية عن القهوة القهوة لما نشربها بتدينا تأثيرها بشكل لحظي لكن الجانسينج محتاجين نشربه لفترة لحد ما تأثيره ويبدأ اطراكم ونبدأ نحس به في جسمنا وطاقتنا وكمان تركزنا وعشان كده عايزين نستمر على ان احنا نشرب من كوب لكوبين يوميا من الجانسينج ونحليه ممكن بالعسل وبعد اسبوعين لثلاث اسابيع هنبدأ نحس فعلا بالتأثير الحقيقي لنبات الجانسينج تاني بديل معانا وهي اعشاب الجانكو بيلوبة ولليها فواية كتير جدا اولا بتقوي الذاكرة بتحسن دورة دموية للمخ بتساعد على الزيادة الانتباه والزيادة الطاقة وكمان بتقلل من اعراض مقابلة دورة الشهرية واخر حاجة وهي انها بتساعد في علاج الدوخة او الدوار بس نخلي بالنا الجانكو بيلوبة ممكن يكون فيه تعارض مع بعض الادوية فمهم ترجع للطبيب او الصيدالي اللي بيتابع الادوية بتاعتك عشان خاطر تتجنب اي اثار جانبية ممكن تأثر على صحتك اما تالت مشروب معانا فهو شاي الماتشا وهو نوع من الشاي الاخدر المحضر بطريقة خاصة شاي الماتشا فيه فوايك كتير جدا غير ان هو فيه نسبة من الكافين فيه موضات للأكسادة بتساعد على حماية الجسم ضد امراض كتير ده غير ان هو بيحسن دورة دموية في المخ وكمان بيعزز المناعة اما اللي مش قادر يستغنى عن ريحة القهوة وطعمها فعندي ديك اخر بديلين اولهم القهوة المنزوعة الكافين او الديكاف كافي واللي فيها حبوب القهوة بتدخل في عمليات خاصة بتساعد في تقليل نسبة الكافين فيها ودي بتكون مناسبة لللي عايز يقلب من استهلاكه للكافين او اللي عنده مشاكل في الجهاز الهضمي بتمنعه من شرب القهوة العادية وتاني بديل هي قهوة نواة الطمر واللي بيتم فيها تحميص نواة الطمر وطحنها زي القهوة بالضبط وبتكلها طعم القهوة ورحتها بدون نسبة الكافين العالية اللي ممكن تسبب مشاكل لناس كتير زي ما شفنا انا مع بعض لو عايزين تركيز وطاقة في بداية الكتير للقهوة نقدر نستفيد بها ونقلل من استهلاكنا للكافين اللي ممكن يكون بسبب لنا بعض المشاكل خليكم تابعيننا لسه مكملين مع بعض فحلقات جاية من رمضانك كونسولتو